أتم بيأتم لك أقوى عرض عرض التريو ثلاث سندة وتشهد فرق ضابل من اختيارك مع ثلاثة بطاطس ولا تريبابسي بمية أربعين جنيه شامل الضريبة أطلب من ولعتين على 16799 واستمتع بعرض التريو مصنع الحياة فوم للريبولد والإسفينج مصنع الحياة فوم صرح عظيم في صناعة الإسفينج في مصر خبرة 19 عاما زوروا مصنعنا واختار أساس منزلك من منتجتنا المراتب الطبية الرقميات والمجالس العرب الحياة فوم الإبداع الضوء المتميز الخبرة تتحدث ولكل عملائنا نحطم الأسعار ترجمة نانسي قنقر أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شادي والناس حلقة النهاردة زي ما تعودنا في الفترة الأخيرة بتتكون من فقرتين الفقرة التانية هيكون معايا ضفين اتنين مهندسين شباب زي الورد أرجوكم ركزوا في الكلام ده قوي عايز السادة المشاهدين يتابعوا معايا الفقرة التانية وينتظروها ليه؟ معايا اتنين مهندسين بقرر تاني شباب زي الورد عاملين مشروع محترم جداً وعندهم استعداد يقدموا خبراتهم لأي شاب تاني عايز يتواصل معاهم علشان خاطر ينقلوا له هذه الخبرات جايين النهاردة لأنهم قدوا للشباب بتاعنا جايين النهاردة عشان نعرف برضو المشاكل اللي بتقابلهم في مشروحهم هي أما الفقرة الأولى فازا ما تعودنا دائماً وأبداً معنا مجموعة من الأخبار المتنوعة فرأينا المتواضع أنا وفريد إعداد هي الأهم طوال الأسبوع وزي ما عودناكم برضو بنحلل الخبر عشان نوصل للجذور مش بنشوف الخبر بس وخلاص أول خبر معايا النهاردة وللأسف هو خبر كئيب جداً خبر مقبض للقلب فيه أب بكل بساطة قرر أنه يبيع أولاده بس القصة سهلة جداً مش محتاج أن أنا أشرحها يعني الراجل يا فندم خد ابنه وبنته وابنه عنده أربع سنين بنته عندها سنة ونص طلع يا فندم في حي هادئ جداً ما فوز زحمة حي المهندسين أنت عارفين ما الزحمة خالص ما عادش أشوفه تخيلوا يا جماعة بجد مش بهزر بقى أسيبكم التريقة أن فيه أب عايز يبيع أولاده وفي حي المهندسين على عيلك يا تاجر واللي ما يشتري يتفرج ويلا والطفل بقد كده وفي الآخر قرر أنه يبيعهم بخمسين ألف جنيه تخيلوا يا جماعة المسخرة الهازل بقى هنا أنه مش عايز حد يطلع بقى ينظر بقى يقولك إيه ما هو لأمة العيش لأمة العيش لا أحب أقول لك يا فندم من الأب مضمن مخدرات يعني يا فندم بيبيعهم عشان الكيف عشان المزاج ها الناس بقى اللي عايزة تنظر بقى على الفيس ما احترامي ليهم بقى وعلى التويتر ها هتقولوا إيه إيه الموقف راجل بيبيع عياله واللي ما يشتري يتفرج بخمسين ألف جنيه بيبيع طفلين اتنين يا بلاش مين ياخدهم بقى مش مهم ياخدهم بقى بتوع تجارة الأعضاء وانتو عارفين هي تجارة الأعضاء مش هاخد وقطع وشفي وحط عندي في الديف ريزة لأيت محتاجهم القصة مش كده قصة أكبر من كده بكتير ياخدهم بقى حد يستخدمهم في شحاتة ياخدهم حد لا يكرمهم ويمرمطهم لا لا ما فيش خالص دي مش مشكلته ما يلزموش أسأزانكم يا جماعة نطلع فاصل أعزائي مشاهدين نكمل معاكم الخبر الأول اللي ما كناش كملناه بقول لحضراتكم أن الأب ده بكل بساطة موجود في الشارع بيبيع عياله طفلين اتنين ولد وبنت يابلاش بخمسين ألف جنيه يتمرمطوا بقى يشتغلوا في الشحاتة في الصخرة في أي حاجة دي مناش دعوة بيها ما يلزموش الراجل له مزاجه ويدلع نفسه بتاع طب إيه اللي حصل يا فندم إنه بكل بساطة عناصر الشرطة المحترمين اللي متواجدين على الأرض اللي الناس بتقولك يا عم انت بتشكر الشرطة كل شوية ليه ما هو يا جماعة أشكرهم عشان اللي بيحصل ده لما واحد زي ده ما يتقلش عليه إنسان ولا بني آدم وأنا أسف في الكلمة ولا حتى حيوان ودي مش يتيمة لأن حتى الحيوان كفصيلة بيهتم بأولاده ده الراجل ده مش مهتم بيبيع خلاص يا عم مفيش مشكلة خلي الشرطة بقى تجيب حضرتك اتحول بالفعل لمحكمة الجنيات والأطفال طبعا وفي انتظار لسه الحكم اللي لسه ما تحكمش عليه والأطفال يا فندم تم إيضاحهم بدور الرعاية أرجو بقى يا فندم من الناس اللي بتقعد تنظر على الفيسبوك أرجو والله بجد يعني نفسي بقى نكون إيه مش نشتغل على الزرير بس كده على الكيبورد كده أنا بنعزف وخلاص نفسي يشوف بقى يا جماعة رد فعلا على أرض الواقع ممكن حد يعرف الطفلين دول فين ويزورهم أخبار موجودة عندك يا فندم على الفيسبوك إقرهم وتعبهم حاولوا تزوروهم حاولوا تودوهم حاولوا تشوفوا الدنيا بالزبط فيها إيه معهم الخبر التاني معنا يا فندم معنا سيدة السلام ودي طبيبة السلام اللي اشتهرت بهذا الاسم القصة اللي حضرتكم معرفهاش سريعا كده يعني واحدة ستة عايشة في الدور السادس فيه واحد طلع قاعد معها شويتين حارس العقار مع صاحب العقار مع زوجة صاحب العقار طلعوا شوفوا البلطجة والجمال والحلاوة والإيه وما يقول إيه مش عارف الله بصلاحة أوصف أقول إيه ما علينا قصروا باب الشقة واقتحموا الشقة معهم حبال وأسلحة ضيضاء شوفوا الجمال يعني مش أي حاجة يعني داخلين كده مجهزين نفسهم ويا فندم ربطوا الراجل وقاعدوا يعزبوا فيه الست انتهزت الفرصة وقيل بقى يا طبعا وقعت مددور السادس إيه أو وقعت وتعرفوش وقعت مددور السادس يا فاندب لكن هم بقى بيقولوا إن هي خافت طلعت تجري يعني طلعت تجري ترمي نفسها عشان خافت منهم وفي قول آخر يعني أخوها بيقول إن ده الراجل بتاع الأنابيب وإن هو كان بيصلح الأنبوبة أو بيركب الأنبوبة وإيه اللي حصل إن هم اللي رموها مددور السادس عشان وجود خلافات أدي قصة الأخ وأدي قصة الجناة القصة من الآخر بقى إن المباحث حتى هذه اللحظة وصلت إن هذه السيدة ألقيت ألقيت يعني ما انتحارتش ما رميتش نفسها تحاريات المباحث بتقول ألقيت أتمنى بقى يا فندم من أعضاء مجلس الشعب الموقرين إصدار قوانين وعقوبات مغلزة على نوعين اتنم البشر اللي بيتجرقوا ويقتحموا الخصوصية بتاعة الناس في بيوتها ترويع الآمنين كارثة سودة من يلب 600 نيلة لو السيدة دي الله يرحمها ويحسن إليها كانت مظلومة مني يجيب حقها ولو كان لقدر الله زم أم عايزني أتجاوزه وإن فيه راجل وبتعوي الكلام والقصة الحقيرة دي إذا قدقت يعني لإن الكلام دي حتى لو صح أو غلط يبقى كلام حقير ما علينا أنا آسف في الكلمة اللي هقولها مين يجيب الحق الدولة إحنا مش في غابة ما تبلغ يا فندم الداخلية وبتحركوا بسرعة وبينفزوا وده إحنا شدنا في أكتر من خبر سرعة في التحرك وقوة في الأداء إيه المشكلة ما تبلغوهم ييجوا يقبضوا عن الناس دي يسحبوهم إيه المشكلة حضراتكم أنا مش فيه نفس أفهم يعني أرجو من أعضاء مجلس الشعب بدلا ما نشغل دماغنا بقوانين الأحوال الشخصية اللي أنا في رأي الشخص المتوضع وده حقي كمواطن وكان لي صوت في انتخابات مجلس الشعب ورشحته نوفيه من حق أقول رأي هذا القانون أنا في رأي لا يخدم الأسرة المصرية ومش أقول ألفاظ أقوى من كده أتمنى بقى نحط القوانين في الحاجات المهمة أنا عايز إعدام لترويع الأمنين أنا عايز إعدام للمختصبين والمتحرشين حتى لو لم تتم جريمة الإختصاب التعرش يكفي أنا عايز يا فندم جريمة الإختصاب يبقى فيها إعدام حتى لو لم تقترم بجريمة القطف هو حضراتكم مش واخدين بالكم إن العقوبات دي فيها دلع واحد يقتصب واحدة ويدمرها ويضيع مستقبلها بلاش يضيع مستقبلها يضمر نفسيتها وقهر وزل وفي الآخر يقولك لم تقترم بالاختطاف فليس هناك إعدام وحضرتك يا فندم اللي بيقتصب أو بيقتل ويقتل وسنه تحت الثمنتشر أسلم يبلغ سن الرجد لا يا فندم القانون محتاج مراجعة سن الرجد النهاردة الأطفال بقى فاهمين كل حاجة من سن 12-13-14-15 حضرك هتلاقي إنه هو إنه هو بقى عارف في الفيسبوك وفي النت وفي التكنولوجيا وكل حاجة حسن منك يا فندم أرجو إن سن المحاسبة ينزل من 18-16 هو بيطلع بطاقته في 16 ما يبقاش قاصر بقى يشيل شيلته اللي يتحرش أو يقتصب أو يقتل من أول 16 يحاكم محاكمة البلغين أنا أرجو ذلك من مجلس الشعب لو مجلس الشعب حضراتكو سياتل نواب كلهم جميعهم على دماغي من فوق مش واخدين بالكوا إن القانون ده قاصر أنا بقول لحضراتكو يا فندم خلي بالكوا عندنا القانون بيودي في 60 دهية إن الطفل يقتل أو يقتصب أو يتحرش تحت الثمنتشر ومحدش بيكلمه يقول لك أصله حدث أو حد يتحرش أو يقتصب بدون جريمة خطفة ما فيش إعدام إيه يا جماعة في إيه؟ لا لو سمحتوا عايزين وقفة هنا زائد قضية اليوم ترويع الآمنين إيه يا جماعة في إيه؟ إحنا ما إحناش في غابة اتسب الشرطة تعالي يا شرطة الحقي عندنا فيه مصيبة فوق لكن تخش حضرتك وتنسب نفسك قادي وجلد لا أنا آسف معلش يا جماعة أنا لا أفعل بسهولة يعني ولكن غصب عني معلش بعد كده يا جماعة معايا بقى إيه؟ الحاجة الثالثة النهاردة عيد الأم عيد الأم إن شاء الله هيبقى يوم الحد يوم 21-23 اسمحولي أقول كده بس الأول مقدمة عن عيد الأم لو أي ابن أو ابن سمعيني دلوقتي أمهم على قيد الحياة أنا أمي توفاها الله من سنة وست شهور وست إياه لو أي واحد فيك أمه على قيد الحياة تمتع بقربها تمتع بوجودها على قيد الحياة تمتع بإنها في حياتك تمتع بحنيتها ودفاها وحنانها تمتع بإنها الصدر الحنين الحضن الدافي والأمان تمتع بها يا ابني على قد ما تقدر ويوعى تبعد عنها لأنك في يوم من الأيام بعد عمر طويل لكل أم على وجه الأرض يبقى بعد عمر طويل ابنها ممكن يتحرم منها يا ابني أو يا بنتي تقربوا قوي 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 من أمكو واجبعوا منها على قد ما تقدروا وعلى ما قد ما تجبع هتلاقي نفسك جعان أكتر لحنيتها ودحكتها وابتسامتها وطبطها ده حتى يا أخي لو شتمتك وضربتك بالشبش بكل الأمات المصرين السلاح بتاعهم الشبش بالطائر هتشتقلوا هتشتقلوا أوه والله عيد المرأة يوم 16-3 أنا مش معاه الناس هتستغرب مش معاه لي يا عم لأن عيد المرأة المرأة في الأول وفي الآخر أم لو حتى مش متزوجة لو حتى ما عندهاش أطفال لو متزوجة وما عندهاش أطفال أو مش متزوجة من أساسه فهي أم من جواها هي أم من جواها هي أم من جواها عندها مشاعر الأمومة من وهي طفلة شوفوا الطفلة كده بتبسك العروسة بتاعتها بتدلحها وبتهشتكها تعرف أنه جواها أم تعرف أنه جواها أم طب هل عيد الأم يوم واحد بندلح فيه الأم لا طبعا السنة كلها أي ابن أو ابن المفروض يبقى تحت رجلين الأم تحت رجل أمه فاش فصال لكن اليوم ده بس بيبقى يوم رمزي عشان نعبر فيه عن التقدير والاحترام والعرفان والحب للأم الأم المصرية هربط معلش الموضوع ده سريعا بالموضوع بتاع قانون الأحوال الشخصية الأم المصرية بالذات يعني الأم المصرية مش أي أم تانية مش أي حد تاني ما احترامي لجميع الدول عندها كده عقيدة إن بيتها وعيالها وجوزها ما يتخربوش أبدا ولو جوزها تجوز عليها تاني والثالث ورابع ولو كان رجل سيء ولو رجل إيه ولو رجل إيه بتشير على كتافها على شو خاطر البيت ما يخربش وده مش كلامي الوحدي سيادة الرئيس عفتاح السيسي قالها فاكرين يا جماعة في أحد المؤتمرات لما قال أي رجل فينا بيعمل إيه بيدي الفلوس للمرأة ويقول لها ضبري حالك بقى وهي إيه وزيرة مالية عشرة على عشرة وستة بيت عشرة على عشرة وعاملة عشرة على عشرة وسيدة أعمال عشرة على عشرة ووزيرة عشرة على عشرة وهي مش نص المجتمع هي كل المجتمع عشان كده بقول لكم مع احترامي اللي بيعملوا قوانين الأحوال الشخصية أو بيحاولوا يزرعوا فتنة أبعتبرها فتنة إيه الفتنة يا فندم إنه يقول للمرأة حقوق يا ابني حلال المرأة طبعتها في مصر مضحية ولو إنت قلت لها ما تضحيش إنت بتطلب منها عكس طبعتها فمش معقول بقى مع احترامي أنا بتكلمش على حد دلوقت أبتكلم بصفة عامة أي حد شايف نفسه مقصر في التضحيات فعايز بقية الستات يبقوا زيهم أنا آسف السادات المصريات علم إن الأعلام لا يمكن أبداً وأبداً أبداً لا يمكن نتجاوز عن دورهم في المحن والشدائد كم واحدة ست جوزها مات أو لقدر الله تسجن أو حصل له أي مصيبة وهي اللي شالت البيت شالته وشالت البيت شالته وشالت عيالها ما قلتش بقى طلقني واروح أتجوز وطز في عيالي أنا آسف في اللبز ويغور عيالي والمهم أنا فيش الكلام فيش الكلام ده عايز أقول له كل أم على قيد الحياة على وجه الأرض كل سنة وحضرتك طيبة يا أمي أقول كل ابن وكل بنت خلي بالكوا كويس قوي 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 من أمهاتكم وأعزائي المشاهدين اسمحوا لي أقتنس عشرين سنية تقريبا لنفسي باعتبر نفسي منكم فهتكلم عن حاجة تخصني أنا آسف هوجه رسالة لأمي حبيبتي اللي توفها الله من سنة ونص وست أيام إلى أمي الحبيبة أنت حبيبتي أنت تاج رأسي أنت عقلي وروحي ودمي وحشتيني أو يا أمي وحشتيني أو يا أمي المهاردة بمناسبة عيد المرأة اللي أنا شايف أني عيد الأمة أقوى منه معايا شخصيتين اتنين عايز أتكلم عنهم الدكتورة رغبة الدخاخني ودي دكتورة أمراض نسا وتوليد وكانت حامل وفي شهرها الأخيرة المفروض كانت تقعد في البيت قايت لك لا فأزمة كورونا بالذات ما ينفعش أقعد في البيت لأن في ستات كتيرة جدا 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 وقد يكون عندهم كورونا بيولدوا والدكاترة بيخافوا وبتاع وانا أم وحامل وحس بيهم فلازم أشتغل لآخر يوم في الآية ده اشتغلت في المستشفى مش عادتها الشخصية كمان مش عادتها الحكومي اشتغلت وتعبت وكل ده عشان قطر تأدي دورها بمسالة كأي ستة قوية عاملة إلى أن أصبت بالمرض اللعين وفرقت الحياة وثبت أولادها مين يعتني بيهم والتانية الدكتورة إيمان إبراهيم في بني سويف عشرين سنة عشرين سنة شغالة في الوحدة الصحية في إحدى القرى هناك وكمان بيتها عملت فيه غرفة صغرنانة كده محندقة تستقبل فيه أي حالة أي حالة في الاربعة وعشرين ساعة ما عندهاش مشكلة عمرها ما قفلت بابها في وش أي حد لأن كل تفكيرها حاجة واحدة بس أنا بقدم رسالة كل التحية وكل الإعزاز وكل التقدير لكل أم مصرية واسمحوا لأقول ما عليش يعني على رأسكم أمي الله يرحمه الخبر الرابع اللي معايا النهاردة سيادة المستشار مرتدى منصور رفض الطعن اللي كان ما قدمه رفض برضو يا جماعة عشان اللغة اللي حاصل نفهم الدنيا ماشية ازاي الأول المحكمة الإدارية العادية خالص قالت مش من حق سيادة المستشار ومجلسه إنهم يرجعوا تاني لقيادة ورئاسة نادي الزمال فتم تقديم طلب في الإدارية العليا الإدارية العليا بتعمل إيه عندها مجموعة خبراء محترمين مفوضين بيبصوا على الكلام يشوفوا هل الكلام ده ينفع ندخله المحكمة الإدارية العليا ولا ما ينفعش يعني من الآخر بيخفوا على القضاء الكبار عشان ما يجلهمش شغل كتير عشان يقدروا يحكموا بالعدل على قد ما يقدروا صحي كلام فلجنة اللي هي المفوضين ديت أو السادة المفوضين وجدهم إن الموضوع ما يترفعش الإدارية العليا فتم رفض الطعن أساسا أما لو كان رفض ده ما كانش هيبقى حكم يوم خمس شار ثلاثة لا 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 الموضوع كان لسه هيؤجل مش هيؤجل أو يحدد له جالسة يعني ولكن رفض الموضوع أساسا وكده يبقى قفلت نهائيا القضية بتاعة سيادة المستشار مرضى منصور في رجوعه تاني لنادي الزمالك هنا بقى اسمحولي أتكلم على نادي الزمالك واسمحولي يا جماعة كده أتكلم بقى ريحية شويتين وهلضمها برضو أوصلها برضو كده يعني بالنادي الآهلي ومنتخب مصر بكل بساطة يا جماعة وبكل هدوء كده دلوقتي نادي الزمالك اللي هو في ده اسمه محنة وازمة واسمه تهريج لأن لو غصبا عن الناس اللي موجودين في النادي وغصبا عن الناس التقالي اللي في النادي كنا قلنا محنة وازمة مش تهريج لكن لما الناس الكبار اللي في النادي يصدر منهم حاجات تؤدي إلى الشلالية والتحذب والتوحد وكل واحد في سكته والتوحد على فكرة ما يغير الوحدة بس عشان ما حدش برضو ينظر التوحد كل واحد لوحده الوحدة نتحد كلنا مع بعض مش نتوحد يعني المهم بقى كل واحد حضراتكو دلوقتي في جزيرة لوحده منفصل عن الباقين طب ليه ليه يا فاندب نبدأ كده وحدة وحدة اللجنة المشرفة عن الكرة انت بتعملي ايه اللجنة المشرفة عن الكرة بدون ذكر الاسام احنا بنجيبش سريت حد اللجنة كلها بتعمل ايه الإدارة المسؤولة عن الكرة بتعمل ايه جايب لي يا فاندب كارترون قبل ماتش الترجي بربع خمس تيام وانا قلت على الهوى الحلق اللي فاتت انه حتى لو كسب هيبقى حظ وكارترون ساعدتك نكون صراحة مواش مدرب عالمي يعني حضرتك هو وصلتك قبل نهاء أفريقيا وباعك مش في الكلمة باعك اوعى تقول لس لجال وقعد احتراف أعلى عيب عليك يا راجل هو لو يجي له قعد احتراف عشان الفلوس أجري واسيب النادي اللي أنا فيه في قبل نهاء أفريقيا يا أخي عيب عليك طب ملاش ساب النادي الألسنة طلعت بقى بعد مسيط المستشار مرطان منصور ساب مكان ولتكلم يا جماعة بصراحة بقى طلعت الألسنة بتقول ايه أصله كان بيتدخل مع كارترون طب أقول لكم حاجة يا جماعة أنا مش مع مرطان منصور ولا ضده أنا راجل هنا محايد بس أنا بتكلم عن قضية معينة لو كان فعلا فيه تدخل من المستشار أيامها مع كارترون يا أهلا وسهلا بالتدخل ليه أصل تدخل ده سعدتك جاب لنا سوبر أفريقيا تلاتة واحد مع الترجل سوبر مصر في مطش قوي جدا مع الأهلي وكسبناه بضربات الجزاء وبقول كسبناه عشانا معترف أن أنا زمالكاوي طب يا جماعة إيه قصة يعني يعني مرحبا بالتدخل أهو لكن سعدتك سابه كارترون لوحده وقال لك بدرس الفرقة وأنا في السعودية وبعمل أفلام هندي وبتاعه وتلب أنا أسف في الكلمة وخد ومطش غا واسبكوا يا جماعة من نتيجة ياريتوا مثلا حتى لعب والعمل مطش حال ولا لا لا هو ده الزمالك يا دي مدرسة الفن والهندسة إيه يا جماعة في إيه طيب سبنا يا فندم من القصة دي هو حضراتكو برضو في نادي الزمالك حضراتكو برضو يا فندم في نادي الزمالك حضراتكو عملتوا إيه أطمتوا وكسرتوا ظهر الأخلاق والمبادئ لما رجعتوا كارترون خلاص يا جماعة خلي أي لعيب يسيب الزمالك خلي أي حد يسيب الزمالك في دهية ويبقى يرجع تاني مش مشكلة عادي جدا ونوطيله كده في نادي الزمالك قوله تفضل إدارة الأهل هنا بقى في حد أنا كلامي صريح وأتحصى بنادي الأهل أنا مش بتخارق وزعلان عشان حاجة لأ أتمنى أن أقدرت الزمالك ودي كلمة قصية على فكرة عليك كزمالكوي أن أنا أقولها أتمنى أقدرت الزمالك تكون محترفة زي أقدرت الأهل يجرؤ لعيب أو مدرب هو ليسيب الأهل يسيب هيشوف تاني تراب الأهل ما يشوف شي المنتخب محتاج وقفة في الزمالك لأن المنتخب شئنا مقابينا أهلي وزمالك وبقية الأندية مع احترامي لكل الأندية لكن مش هنالك في الرأسنا في الطراب ونحسس في الكلام وما نجيبش نتيجة نهائية عشان ما نطولش أكتر من كده إن حوار الزمالك في كلام كتير جدا وفيك اتمداخلات كتير جدا جدا مفوت تخش معنا النهاردة لكن بسرعة كده عشان ما نضيعش وقتنا أكتر من كده الزمالك لازم يغلب المطشين بتوعد لو عايز يوصل وكمان لما يغلب المولدية ويغلب المطش اللي بعديه لازم المولدية كمان يخسر من الترجي فالزمالك يوصل بأنه هو نتيجة المبلقاءات مع المولدية أما الأهل يا فندم محتاج يكسب المريخ ووصل طب لو كسب المريخ ولا لازم يكسب المطش اللي بعديه بتعسل بنتنزاني ليه يا فندم وفرق اتنين عشان يبقى الاول ليه عشان يلاعب التواني ويبعد عن الأوائل يبقى دور التمانية مريح بالنسبة له وإن كان أقولها على الهوى القالي ما بيفرقش معاه بيهرس وبيدوس وربنا بيكرمه عندهم روح لعبت الزمالك اللي الزمالك جابكم وعلاكم وجعلوكم اسم في السوق بدت نططع الزمالك امشوا مش عايزينكم يا رب كل مفاوضات نادي الزمالك اللي مع لعبت نادي الزمالك تتم على خير ويمشوا وتشكر جداً لكم الفقرة الستة يا جماعة والأخير سوري الخبر السادس والأخير معايا فقرة الأخبار معايا الأستاذ المحترم محمود صلاح حكايته سريعاً إنه كان بيشتغل في أحد الشركات فيه لودرت إيد نزل على ظهره بالراحة كسر له عموده الفقري جاب له شلال نصفي الراجل ساعدتك بنحاول دلوقتي نجيب له علاجة على نفقة الدولة للأسف راح أحد المستشفات المحترمة الحكومية اللي مش أقول اسمها عشان مظلمهاش بتصرف الطبيبي اللي كان موجود فيها الطبيبي استقبله تعالى يا محمود بص يا حبيبي تحب أحقل لك كورتزون أحقل لك بلازمة مش عارف أعمل لك إيه قال له يا فندم أنت الدكتور مش هنا الدكتور شوف أعمل إيه قال له أعمل إيه وأنت فاكر إنها هتمشي تاني أدي أول مصيبة هو أنت يا دكتور من غير ما أقول اسمك واسمك عندي هو ينفع يا دكتور يجي لك حد تضم روحه المعنوية تقول له ينفع أمشي تاني طب حضاك أزوني يا جماعة وفيه الفيديو يا جماعة نزله وجيب لحضاك فيديو الراجل بيمشي قدامك يا فندم جاي لحضاك وبيمشي على رجله حضاك نوى تكسحه ولا إيه أنا آسف يعني الحاجة التانية يا دكتور معاليك بتقول له إيه بتقول له إيه لك عندي في العيادة بخمسمائة جنيه وحضاك إحنا بناخد المرضى من المستشفات الحكومية نوديهم العيادات ولا إيه يا دي اسمها سرقة ولا اسمها إيه بالزبط معايا محمود صلاح على هوا يا جماعة طيب ماشي يا جماعة واضح يا جماعة إن الشبكات مش مجمعة فدلوقتي يا جماعة محمود صلاح أنا شايف معاك هواة يا فندم بسم الله وماشاء الله بيمشي مركز محترم للعلاج الطبيعي الشركة عشان نقول له ولا علينا الشركة الأول عملت له عملية وبعدين ست شهور علاج في هذا المركز وبعدين نقوله روح البيت وهنتبه معاك ودي وش الضيف لما ساعدتك تواصل معنا إعلاميا ولاقوا إن القضية هتبقى موجودة في الإعلام وبعدين على طول بعدها كمان لقوا إن هو هيرفع قضية قالك هنرميله وأنا أسف الكلمة هنرميله 4000 جنيه كل شهر رغم إن علاجه بيتكلف أضعاف هذا المبلغ وأنا قلت قبل كده يا جماعة عب قوي على الشركة تقول إن هو خطأ شخص منه في الأول وفي الآخر هو ابنك وشغال عندك ما ينفعش بقى نقول إيه هذا الكلام السخيف عما تم محمود صلاح نحن مكملين معاه إن شاء الله بإذن الله وإن شاء الله بإذن الله نقدر يا رب نعمل يا رب يا رب نقدر نقدر يا رب يا رب نقدر نجيب له علاج على نفقة اللي إيه الدولة يا جماعة لو الأستاذ محمود صلاح مش متاح معنا عشاني الشبكات أستأذنكم نطلع فاصل ونخش الفقرة التانية طيب يا جماعة واضح يا جماعة إن الشبكة سيئة جدا لأنه بقولوا إن التليفون حتى مش مغلق الشبكة أصلا مش مجمعة أستأذنكم نطلع فاصل ونشوفكم على خير بعد الفاصل اشتركوا في القناة مصنع الحياة فوم صرح عظيم في صناعة الإسفينج في مصر خبرة تسعة عشر عاما زوروا مصنعنا واختار أساس منزلك من منتجتنا المراتب الطبية الركنيات والمجالس العرب الحياة فوم الإبداع الزوت المتميز الخبرة تتحدث ولكل عملائنا نحطم الأسعار مصنع الحياة فوم للريبوند والإسفينج مصنع الحياة فوم صرح عظيم في صناعة الإسفينج في مصر خبرة تسعة عشر عاما زوروا مصنعنا واختار أساس منزلك من منتجتنا المراتب الطبية الركنيات والمجالس العرب الحياة فوم الإبداع الزوت عزيزي المشاهدين أهلا بكم والفقرة التانية من برنامجنا النهاردة زي ما نوهت عن الفقرة معايا تنين مهندسين زي الورد تنين مهندسين بقى بدئين كده قصة الكفاح من بدري قالك ما نشتغلش عند حد نعمل مشروعنا نتاجر في تجارة محترمة نكسب منها إرشين حلوين في نفس الوقت وفاجأ بيهم لما بيتوصلوا معايا يا دكتور شادي إحنا مستعدين شوفوا الكلمة دي مستعدين أي حد عايز ننقله خبراتنا لا نبخل على أحد بأي شيء طب يا جماعة أنتوا متأكدين من كامل أنتوا بتقولوا ده أصلا هنقول الكلام ده على الهوى يعني بعد كده لو جيتوا تخلعوا مننا هنزعل وهنقول الكلام ده قالك لا كل واحد فيهم بقنامنا رد قال در أبتي در أبتي ولاد بلدنا بقى وحق بلدنا علينا أن ولاد بلدنا اسمح لي أبدأ بيك يا بشمهندس عامر الأول وأقول حضرتك أنتوا عندكوا مصنع صغير اسمه مصنع الحياة فهم وطبعا حيقول صغير عشانه مش في القاهرة ولكن أنا شفته بصراحة وشفته الصور بتاعته حاجة محترمة جدا وحاجة عظيمة جدا حضرتك أنتوا بدأتوا يا فن مبدئيا بدأتوا إمتى وجات إزاي الفكرة وإزاي أنشأناها بسم الله الرحمن الرحيم أنا بشكر حضرتك الدكتور شادي وبشكر كل العاملين على الصحة والجمال وأوجه أول حاجة تحية لمصنع الحياة فهم كإداريين كعمال كمشرفين لأنهم سهموا معنا في الكيان أن نحن نوصل للكيان ده الكلام محترم إن شاء الله بدأنا مصنع الحياة فهم 2014 بدأنا نقوم في الفكرة دي أن نحن نشتغل ونجتهد ونبقى فيها كيان بإسم مصر طبعا قبل 2014 أنا اشتغلت في مجال الأسفنج من 2002 عدت الفترة دي كنت فاني كيميائي لحد ما ساعدنا الوقت إن نحن نجي في 2014 ونبدأ نفتح المصنع وبدأنا بالفعل فتح المصنع واشتغلنا عليه توجهنا بكل شغلنا يعتبر لمحافظة الشرقية أكتر حاجة لأن دي البداية عندنا مدينة الأبور فدي كان أكبر محافظة يعتبر إحنا شغالين عليها وكمان هناك السوق بتاع فقوس بلد اسمها فقوسي ناكف الشرقية مشهورة جدا مشهورة طبعا بالأسفنج والمراتب ودي أول حاجة اعتمادنا عليها اعتماد كل إن احنا نشتغل بعد كده بدأ الوضع يتطور معانا بالجهود طبعا بالعاملين على المصنع إن احنا نوسع المحافظات البقية طبعا مدينة طبعا الشغل بتاعنا جميع المحافظات بالفعل وقدرنا نكسب في وقت قليل جدا عملة كتير جدا وطبعا الحياة ثقة تميز إبداع تميزنا بفعلا بالمصدقية الجميلة مع العملة والشفافية التعامل مع العملة طبعا وأنا بشكر برضو من مكاني هنا كل العملة اللي هم قيمين على مصنع الحياة فهم للأسفنج والمراتب فدي كانت البداية يعتبر إحنا قلنا عايزين نعمل حاجة لنفسنا مش عايزين مثلا نشتغل بره عايزين نكون من ضمن الشباب المكافح عايزين يكون لنا كيان السن صغير عايزين نبدأ الحياة بدري إن احنا نسعى طبعا لإن طبعا الشباب لازم يكون لها دور في مصر ولازم يكون لها دور فعال يعني تمام فدي كانت الفكرة إن جات من 2014 بداية مصنع الحياة فيهم وبدأنا نطور عليها والحمد لله رب العالمين تمام يا فندم طيب حضاك يا فندم لما جيتوا حضاك يا فندم تبدأوا أنا عارف إن ده بصراحة كان مبادرة كريمة من سيئات الرئيس عبد الفتاح السيسي وإن تم تخصص الأرض لكم بقرار رئاسي طبعا يعني من الآخر الرئيس بقول لي شاب اشتغل وانا في ظهرك صح كده؟ طيب حضاك يا فندم فيه تسهيلات تانية خدتوها فيه مثلا قروض تسهيلات معينة كهرباء مية كلام كيف هي تسهيلات ولا؟ طبعا فيه حضرتك نحن إن شاء الله من ضمن البدايات بتاعتنا نحن استعاننا بالمبادرة اللي طرحها الرئيس سيئة عبد الفتاح السيسي تمام ماشي اللي هي فايدة 200 مليار للمشروعات الصغيرة والمتنهيات الصغر والمتوسطة بفايدة لا تزيد عن 5% طبعا دي من وجهة نظر سيئات الرئيس طبعا هو بص للرؤية المستقبلية لأن الكلام دوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ماشي تساعد هي من اعتبر من عصب الاقتصاد على مستوى العالم دي على فكرة ده كلام عالمي ودي هتبقى تمام يا فادي فيه أرقام عالمية بالكلام دوة يعني الأرقام العالمية بتقول إحنا مثلا المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمثل حوالي 80% من قيمة اللي هو القطاع الخاص تمام يا فادي تمام تفاهم وتكون حوالي 90% من الاقتصاد الرأسي المالي تمام تمام حاجة زي كده فطبعا دي يعني المبادرة دي حضرتك خدناها خدناها طبعا وابتدنا نتكلم مع سيادة الرئيس تفاهم يعني تمام يا فادي تمام يا فادي تمام يا لأ لا أنا عايزة بس حتاك برضو وضح نقطة بالأمانة تمام هتتكلف كام ونردع الشعب ونعرفه وبعدين الأهم من كده بنعملها اتبعا للمعايير العالمية الحوارات بتاعت زمان بقى نلصة ملزة لا 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 يعمل حاجة يبدأ من صفر واشتغل صح لا كلام محترم جدا يا فندم طيب بالنسبة يا فندم للقرد هقدر أقول لحظاتك ولا ده سر يعني خدتوا قرد كام تقريبا ولا ده صعب نقول على الهواء حاجة بسيطة بس طبعا بس طبعا بس طبعا بس طبعا بس طبعا بس طبعا هي ده طبعا كان تزويد بزيادة زيادة يعني كنت بدين بالفعل على الأرض الواقع احنا كنا بدين بالفعل على الأرض الواقع فاستعنا بالمبادرة لأننا محتاجين احنا كنا نتوسع في السوق نتطور في الخامات في المنتجات تمام في المعدات تفاهم نوسع في المكان تمام بحيث أن نقدر نواكب الطلبات بتاعت السوق تمام يا فندم تفاهم طيب حدك برضو أنا عايز برضو حدك أوضح هنا نقطة يعني برضو خدت بالي منك من الكلام إن حدك لو خدت بالكم من الحوار كده ببساطة دايما الشباب أنا أسف في الكلمة عايز يقعد أنا بأتهمش كل الشباب بس معظمه وتجيروا الفرصة لغاية عنده تمام يا جماعة اللي الناس اللي كان بتشكك يقولك متين مليار والمبادرة وفين مسأل حي سبحانه الأيام دوارة عدى خمس ست سنين على المبادرة معانا اتنين شباب زي الورد مهندسين زي الفل جايين يقولك احنا فعلا استفدنا بالمبادرة بس هم كانوا واخدين خطوة على أرض الواقع بدأوا شغل عايزين يطوروا من نفسهم مش قاعدين كده ايه العقبات ما بقولكش مشاكلك شوف انا واضح وصريح ايه العقبات اللي بتواجه صناعة الأسفنج في مصر حضرتك راجل مستثمر انت وزميلك مش انت لوحدك انا لسه هاجيلك برضو تلاقش يعني حقق علينا ان انا برضو اتكلم في ما يخصك لا لا تحت عمر ولكن وإحنا في ظهركم وبنشجعكم انا متعمد اقول النهاردة اسم المصنع تشجيعا ليكم رغم ان دي فقرة مش اعلانية احنا بالعكس احنا بقول حاجة للشباب انا ما حضرتك تمام في الكلام انا يا فرندب دلوقتي حضرتك ايه المعوقات او المشاكل اللي بتقابل مجموعة المستثمرين اللي في حجمكم في السوق ايه تمام بص مبدئيا ان شاء الله في المنطقة الصناعية في انشاص كالمنطقة نفسها انا هتكلم بس نقطة سريعة فضل احنا هناك بيقابلنا مشاكل كتير جدا اولا المنطقة هناك وقد قرار جمهوري من السادر رئيس عبدالفتاح السيسي 2017 لمنطقة من الزراعة الصناعي تمام وبالفعل كل المصانع قننت ومشت على هذا التقنين طبعا لكن حاليا دلوقتي احنا بقلنا كم سنة مقننين اه في عدم خدمات مفيش مرافق اه فدي بنشتكي منها كلنا يعتبر حضرتك مسلا الكهرباء فيها مشكلة الكهرباء فيها مشكلة ايه انا ما براحة عدم لازم تعمل ترخيص لازم تقنن اه وبعين بتوقع 3-4 شهور عبل ما يخشي لك الكهرباء تمام دي بالنسبة للكهرباء طب الميا الميا مفيش ميا كويسة يعني الميا اللي جاية بخط اسماعالية تعتبر كانت طالع على أبور ومدينها خط صغير اه طبعا حاجة بيبقى الفرع دايما في اخره بتبقى الميا فيه رقدة اكيد طبعا اه ودايما بتقطع باستمرار مش مستقرة طبعا زي ما انت عارف حضرتك اه طبعا الطرق طب الصرف يا فندم الصرف برضو مفيش معدوم طب الطرق الطرق يعني للأسف طريق مفيش يعني الطريق بتاع 4 متر 5 متر وهناك المنطقة فيها لا يكل عن 2000 مصنع تمام يعني عدد مهول من المصانع 2000 مصنع ده لا يكل عن 150 الف عامل شوف حردك 150 الف عامل مع أسر فواخد رقم كياس كبير فلازم يبقى فيه نظرة للمنطقة الصناعية في إنشاص تمام اولا انا بناشد ساد الوزير الصناعة وبناشد وزارة الاستثمار إنه لازم يكونوا لهم دور فعال في المنطقة الصناعية طبعا أولا ساد الرئيس يعني مانح إن المنطقة صناعية بزاف طب فين اللي خلف الساد الرئيس أنا عايز ساد الوزير الاستثمار تمام عندنا هناك جامعة المستثمرين المفروض جامعة المستثمرين تقوم بالمشاكل الكاملة إنها تحلها لنا المفروض تعمل اجتماع أسبوعي اجتماع شاهري أنا أقضوا فيها بس ما فيش اجتماعات طب أنا أعرف إزاي مين يحلل المشاكلي تمام أنا مطلوب مني أمالة عندي أمالة مطلوب مني أجور مرتبات وعند مية وعند كهرباء مثلا دم دي كل تشغيل عليك طب أنا حضرتك في مشاكل كتير مقابلاني أقدر أشتغل إزاي ما هدي أكيد أعاقة هتعقني وهتوقف الانتاج وهتوقف عجلة الانتاج طيب وبالتالي بتخلي المصانع كتير تقفل طيب اسمح لي حضرتك بقى بس أنا عارف أنه والله في مشاكل كتير بس أنا عايز أربطها بمشاكلك أنت الشخصية إيه بقى المشاكل اللي عند حدك أنت الشخصية في مصنعك في الحتة دي بالذات بقى أكتر حاجة مدايقك إيه غير الكهرباء والكلام ده وبتاع في حاجة تانية واضحة في حضرتك بالنسبة للخام المنتج اللي جاي من بره اللي هو الاستراد أنا طبعا كمصنع متوسط مش هقول مصنع كبير ما معيش بطاقة استرادية ودي صعب إن أنا أعمالها تمام فطبعا أنت حضرتك اللي معاها بطاقة استرادية هو اللي بيستورد الخامة فهو دي الأساس اللي بيقدر يتحكم في السوق وفي آه يعني حدك بيدخلها بقرش ساغ يبيحها باتنين الله ينرى على حضرتك ما فيش ركابة حضرتك اللي معاها البطاقة الاسترادية بيستورد عليها وبيجيب الخامة ويجيب دائرة شغالة ويبيع خلاص النهار ده حضرتك أنا فليكن الخامة بخمسين الضرار دلوقتي بقاله فطة طولة جدا سابت وبينزل سابت وبينزل تمام ده يعلى إن الاقتصاد بدأ يتعافى الاقتصاد بدأ يتعافى يقام على كلام ده إن السعر يقل ما يزيجي صح جدا المفروض لكن حضرتك احنا بنواجه كتير كل شوية نسمع أسعار زيادة احنا مسؤول أسفنج بقاله بالضبط أسبوعين أو ثلاثة كل يوم زيادة كل يوم زيادة المصنع بيرروح مد زيادة طب اشتغل لا بيرروح جاي واقف مد أجازات يعني فيه مصنع كتير في أسفنج شغالة في مصر تدي الزيادة وبعد كده حضرتها تروح مد أجازة طب أنا حضرتك أنت ده نزلتلي الزيادة طب اشتغل أنا عايز منتج أنا عندي أمالة مطلوب مني شغل مطلوب الأمال دي لما يمرتبات آخر الشهر مطلوب مني مثلا المبادرة اللي أنا واخدها عايز أسد فيها فيه حاجات كتير جدا طب أنت عقطني عملتلي عاقة فقد ده كله لازم يبقى فيه رقابة أنا أبوجه الكلام ده وقت للسادي الوزير الصناعة في مصر وزيرة الاستثمار المفروض تنزل المنطقة الصناعية ولازم حضرتك يكون فيه دول لجمعينة المستثمرين أنا جمعينة المستثمرين قاعدوا فيها أنا مش هيفة عاملة حاجة خالص نهائي كل ما عليها حضرتك أنا عايز أقنن هتدفع المتر كذا عايز أعمل قهربة ادفع المتر كذا عايز أعمل كذا ادفع كذا طب فين حضرتك الفلوس اللي أنا بتفحها دي من حقيقة مستثمر أعرف الفلوس دي بتدفع وتعامل بيها إيه اسمح لابش مهندس برضو أضم صوت لصوت حضرتك السادة المسؤولين أرجوكم السادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خصص قطعة الأرض دي للشباب يعني بيقول للشباب اشتغلهم وأبوكم في ظهركم سادة الرئيس أبوهم في ظهرهم بأنهي أمار بقى يا فندم يحصل تقاعص من السادة الوزراء أو المحافظين أو هيئة الاستثمار أو غرفة الاستثمار أيا كان بقى يا جماعة ملكمش حجة ملكمش حجة ليه لأن التقصير ده ما بيجي من أننا مفيش في إداءة سلطة أو فيه روتين رخم بيقيدني هنا يا فندم رأس الدولة هو اللي مخصص يعني بيقول لهم يا أولادي اشتغلوا وبعيد للمرة الخمسمية وأنا في ظهركم يبقى حضرتكم حجتكم إيه معت رامي باش مهندس رامي هل في مطالب معينة هل في مطالب معينة ممكن نطالب بيها وتكون في حدن معقول برضو ما بيقول لك إذا أردت أن تطاع فأمر بهم مستطاع صحي كلام نقدر نطلب حاجة معينة واضحة من الدولة إحنا حضرتك دوقتي باش مهندس عامر بيقول لك أنا عايز يعني تقفوا جنبي الهيئات واحد اتنين ثلاثة طبعا أنا بقى الهيئات الواحد اتنين ثلاثة عايز أطلب منهم آلف بجيم كده يعني أطلب منهم إيه يعني أقول لحضرتك زي ما قال للأستاذ عامر إحنا محتاجين وزارة الصناع وزارة الاستثمار ووزارة التخطيط يتدخلوا في تحديد سعر المنتج الخامات اللي جاي من بره يبقى أول حاجة أحد السعر المنتج اللي جاي من بره هدي واحد مضبوط ليه بقى تم اتفضل ليه لأن استراضي الحاجات دي مكتصر على الشركات الكبيرة هم بقى عدد كم أربع أو خمس شركات في مصر تقريبا نقدر نسميهم الحتان الكبار ولا الاسم ده صعب لا فهما دول الشركات دي هم بيستوردوا الخامات كلها ففي اتفاق ضمن ما بينهم نرفع الأسعار لا نقلل الأسعار فأنا محتاج كل اللي أنا محتاجه وزارة الاستثمار وزارة التخطيط وزارة الصناعة يتدخلوا في تحديد سعر المنتج أنا أحدد سعر المنتج جاي من بره هحدد عليه الجمارك اللي هتتحد وبعد كده هدخلوا بسعر وحدد السعر اللي ما يزيدش عليه ليه لأن لو السعر زاد جدا ده بيدور بالصناعات الصغيرة والصناعات المتوسطة بالظبط تفاهم فده هيعمل ايه ده هيأثر على الناس اللي خدت المبادرة بفيه عندك حضرتك حوالي بالظبط كده تقريبا ده هقول لك بالأرقام 97 و 500 ألف دول 97 مليار دول راحوا لـ 97 مليار 97 مليار 97 مليار وعليهم نص مليون وعليهم نص مليون حلوك يا تمام دول راحوا للمشروعات الصغيرة تمام المشروعات المتوسطة خادت 57 مليار و 300 مليون تمام ماشي 26 مليار و 200 مليون دول راحوا للصناعات المتنهية الصغر اللي هم عددهم 930 ألف مشروع تمام مشروعات المتوسطة 8000 مشروع طب معلش هداك أنا أسف أول رقم ده كان 500 ألف ولا 500 مليون يعني نص مليار سبعة و 97 مليار 97 مليار و 500 مليون أيوة كده مش ألف عشان بس بقيت الأرخام كلها مش ألف مليون حوالي ألف مشروع راحوا لألف مشروع رائع ماشي بقى أنت عند رتك عندك حضرتك ألف مشروع المشروعات صغيرة ماشي وعندك 8000 مشروع مشروعات متوسطة تمام وعندك 930 ألف مشروع ماشي دول حوالي دخلنا في كده 9000 مشروع تقريبا رائع جدا دول كل دول هتأثروا بعمالة الموجودة مراهم عدد العمالة اللي توفرت ما أنت عندك تقريبا دول 9000 مشروع ووفروا حوالي 9 مليون تقريبا أو 10 مليون فرصة عمل جديدة تمام فما ينفعش الدولة تعمل ده وفي النهاية عشان جهة ما أو بعض التجار الكبار أو بعض المستوين الكبار بالضبط متحكمين في الأسعار يخلوا 10 مليون فرصة عمل تقع بالضبط قعد 10 مليون واحد في البيت تخيل تمام فدي هتبقى مصيبة كرسة كرسة على الاقتصاد كلام ده يا جماعة لمسؤوليتكم عليش يعني على فكرة العرقام اللي أنا بقولها لك دي دي إحصائيات وزارة التقطير الفندم عارف قبلها أنا بس بأهزر بعدك أنا شايفك بتنشن أو أنا مقدر التنشاة اللي أنت فيها فعايز أفك العادة شوية لا ربنا يكون في العودة طيب كده يا فندم أول حاجة عندي مشكلة السعر الخامل اللي جاي من برة الدنيا سدحمة دا تمام صح كده طيب رقم اتنين رقم اتنين حضرتك يعني توفير الأدات والمعدات طبعا توفير الأدات والمعدات طبعا لا يزفى من حتة دي يعني إيه حدك أوفرها يا مش موجودة في السوق برضو من استوردها من برة استوردها من برة يعتبر عن طريق ناس معينة أو برضو فئة معينة يبقى كده المادة الخام والأجهزة اللي بتشتغل نفسها بيجوا من برة بيجوا من برة بيجوا من برة تمام فأنا بحتاج أن أنا أحدد سعر المادة الخام أحدد سعر المعدات اللي بتيجي من برة بحيث أن أنا أقدر المسروعات الصغيرة تقدر تجمع كل ده في خانة واحدة طيب أنا سأزل حضاك ماليش ناسف أن أنا أقطعك برضو عشان بس كده الحقنا أنا حضاك سريعا بس كده أنا حضاك يعني بفاجئوني في الكنترول روم الأحدة معاك بصراحة لزيزة فاجئوني أن الوقت خلص وحضاكي فاندم بس دلوقتي أنا بيقابلني حاجة كده لزيزة بس رضي عليها بسرعة وإنه بي يقولك المرتبة الفلانية بتلت قرش بس في مرتبة تانية بقرش ساغ وعليها واحدة كمان هدية ده إيه القصة دي بسرعة كده بص حضرتك القصة دي طبعا معدومة إزاي حضرتك أنا أكون في مرتبة وعليها مرتبة هدية يعني أنا مثلا بالبلدي هديك مثلا روح تشتريت حاجة تمانها جنيه إزاي أنت الدهالي حاجتين بجنيه تمام فالمفروض حضرتك كم استهلك عشان تقدر تعرف نوعية المرتبة كويسة أو فيها إيه بالزرع عشان أنت بتشتري المفروض حضرتك بتشوف اسم المصنع اللي عليه تمام هل هو موجود فعلا وطبعا فيه تصوير مثلا للمصنع للمنتج بتاعه متواجد أصلا في الحدث معايا في التاريخ تمام فلازم يكون الحاجة دي يكون ظهرة معايا تمام عشان أقدر أعرف إذا كانت المرتبة كويسة أو لا في النوتة بس سريعة جدا عاجلة طيب بالله عليكم ما لو تنزلوا بالتترة عليها بيش مشكلة بس نوتة سريعة بس عاجلة إزاي أقدر أتصدر للزيادة الرهيبة اللي حصل في سوق السفينج دلوقتي تفضل المفروض في الدول الأوروبية إنه هو فيه مشكلة بتحصل بيقعدوا تنقشوا فيها إزاي هنقدر نقابل الغلاء ده تمام المفروض كان هنا اللي يتم إن صحاب المصانع ما احترامي لهم جميعا المصانع الكبار خمس ستة مصانع في مصر كانوا قاعدوا مع الوكيل بتاعهم إحنا فيه زيادة عالمية نزلة تمام إحنا هنزاي هنستقبلها إزاي هنتعامل معاها يعني حدوك محتاج لجنة طوارئ أو لجنة مواجهة أزمات تمام تمام المفروض يكن فيه تنصيق مع صاحب المصنع مع الوكيل أوعدك إنه يبقى فيه حوار تاني لازم نتكلم فيه برضو عن الموضوع ماشي كلام أعزائي المشاهدين كنا معكم النهاردة مع صناعة قوية جدا 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 أستأذنكم علشان أنا آسف الغلط عندي أنا ما نزلتش على الشاشة رقم تليفوني بشمهندسين هحط على صفحات الشخصية شادي غانم على الفيسبوك هنزل أرقامهم مسؤولين قدامي وقدامكم أي شاب عايز يخش في المجال هم في ظهره السلام عليكم اشتركوا في القناة ولعتين بيقدم لك أقوى عرض عرض التريو ثلاث سندة وتشاهد فرق ضابل من اختيارك مع ثلاثة بطاطس ولا تريبابسي بمية وربعين جنيه شامل الضريبة اطلب من ولعتين على 16799 واستمتع بعرض التريو مصنع الحياة فوم للريبوند والإسفينج مصنع الحياة فوم صرح عظيم في صناعة الإسفينج في مصر خبرة 19 عاما زوروا مصنعنا واختار أساس منزلك من منتجتنا المراتب الطبية الركنيات والمجالس العرب الحياة فوم الإبداع الزوت المتميز ترجمة نانسي قنقر